موسيقى مرحبا بكل المشاهدين في الحلقة الثانية لماذا المنهج العلمي من أهم الإشكاليات التي تصدت لها الفلسفة على مدار تاريخ الإنسان المعروف هو إشكالية المعرفة أو كيف نعرف علم المعرفة في الفلسفة هو الأساس الذي تبنى بموجبه الأفكار والأنظمة الفلسفية وهي باختصار الطريقة التي نتعلم بها أو نكتسب المعرفة في البداية نظرية المعرفة تتعامل مع ثلاث نقاط النقطة الأولى كيف نتعامل مع مبدأ أو مشكلة الشك النقطة الثانية ما هي المعرفة وكيف نتيقن من المعرفة أو قبولها كفكرة صحيحة النقطة الثالثة من أين تأتي المعرفة وما هي أفضل الطرق لاكتساب هذه المعرفة إذن نبدأ بمشكلة الشك مبدأ الشك موجود في كل الفلسفات وعلى مر العصور الشيء الأساسي الذي يعتمد عليه الشك هو أنك تتعلم عن محيطك من خلال الحواس مثل السمع، البصر، اللمس وهذه هي الطريقة الوحيدة لتلقي المعرفة مباشرة من العالم المحيط الخارجي بعدما نتلقي المعرفة يمكن للعقل أن يبني افتراضيات واستنتاجات لكن المشكلة هنا أنه لا يوجد أي طريقة لعقلك أن يتبين من أن هذه المعرفة المكتسبة من الحواس هي تعبير حقيقي عما هو موجود في المحيط الخارجي بمعنى إذا رأيت قدح ماء ولمست هذا القدح قد لا يكون حقيقة قدح ماء قد يكون شيئا آخر تماما لكن هذا الشيء يخدع الحواس ويظهر كأنه قدح ماء وحواس الإنسان ممكن أن تكذب بنسبة معينة أفضل مثال هو القصة الهندية المشهورة الفيل والعميان حيث لمس الأعمى الأول خرطوم الفيل فقرر أنه ثعبان كبير ولمس الثاني أذنه فقال هذه مهفة للهواء ولمس الثالث قدمه واستنتج أنه شجرة إذن كيف نعالج مشكلة الشك؟ نبدأ بتعريف أنواع المعرفة هناك نوعين أولا المعرفة المنطقية وهي تأتي من التفكير المنطقي وأفضل مثال على هذا هو الرياضيات لأنها تتبع قوانين معينة وهذه القوانين نستطيع إثباتها بأدلة منطقية ومن ثم نبني على أساسها نظريات أخرى الرياضيات أيضا ممكن تطبيقها على الواقع مثل في المعاملات التجارية وهي دائما تعطي نتائج صحيحة مطابقة للواقع إذا قلنا 2 زاد 2 يساوي 4 فإن هذه المعرفة تبقى صحيحة باختلاف الزمان والمكان النوع الثاني من المعرفة هو المعرفة الحسية وطبعا هذا النوع الذي يتأثر بالشك ويقول الفيلسوف بورتراند روسل أن المعرفة الحسية تأتي إما من التجارب الشخصية التي يمر بها الفرد ويتعلم منها أو تأتي منقولة من تجارب الآخرين مثل المعرفة المتوارثة لنأخذ مثال على المعرفة الشخصية إذا لمست يدي نار فإنها ستحترق بطبيعة الحال وهنا حصلت على عدة حقائق أولا النار شيء هلامي وليس صلب ثانيا النار تعطي حرارة عالية وضوء ثالث النار تحرق اليد وتسبب الأذى رابعا الأذى شديد ويقعدني عن العمل لأيام إذن لاحظوا كم من الحقائق التي استنتجتها من تجربة واحدة من الصعب إنكار هذا الأذى الشديد الذي سببته النار على الجسم وتستطيع أن تستنتج أنك فعليا ستموت إذا أنكرت هذه الحقاق وهنا نستطيع أن نتغلب على أي شك يتعلق بهذه الحقيقة الشقة الآخر من المعرفة الحسية هي المعرفة المنقولة أو المتوارثة فإذا أخذنا نفس مثال السابق مثال النار وكان هناك شخص آخر نقل هذه المعرفة والتي لم أكن أعرفها كيف أتأكد من أنها صحيحة بدون أن أدخل في نفس التجربة بنفسي؟ هناك عدة طرق في الفلسفة للتأكد من المعرفة المنقولة وأفضل طريقة في رأيي هي الطريقة العلمية الطريقة العلمية ببساطة هي أن يوثق الإنسان كل الخطوات التي أجراها بدقة ووضوح للوصول إلى النتيجة والخروج بالمعرفة والحقائق التي استنتجها في مثالنا السابق إذا سألنا الشخص الذي نقل لنا معرفة الاحتراق بالنار أن يكتب الخطوات التي فعلها خطوة بخطوة ويسجل بوضوح حالة الحرق التي حصلت في اليد ويضع الاستنتاجات التي وصل إليها ثم إذا أخذنا هذه الخطوات وعطيناها لشخص آخر وطبق هذا الشخص الثاني الخطوات ووصل إلى نفس النتيجة ثم شخص ثالث وشخص رابع إلى آخره والكل اتفق على الاستنتاجات التي وضعها الشخص الأصلي نستطيع أن نعتبر أن هذه المعرفة صحيحة إذا أخذنا مثال ثاني شخص يتناول الفول السوداني ويشعر بأعراض الحساسية الشديدة التي نعرفها للفول السوداني لكن عندما يحاول أشخاص آخرين نفس الخطوات بمعنى تناول الفول السوداني هناك فقط نسبة ثلاثين في المئة يصل إلى نفس النتيجة إذا نستنتج أن هذه المعرفة المنقولة إما ناقصة أو خاطئة ولا يمكن اعتبارها صحيحة عندما يأتي شخص آخر ويوضح أن هذه الحساسية هي نتيجة لتفاعل جهاز المناعة بشكل غير طبيعي للفول السوداني ثم يعطي خطوات أخرى لاكتشاف هذا الخلل في الجسم مثلا عن طريق فحص الدم ثم نرى أن مئات التجارب التي تنفذ هذه الخطوات حققت من هذا الشيء هنا أصبحت المعرفة كاملة الفيلسوف غاتيير طرح مشكلة أن الإنسان قد يصل إلى حقائق شخصية نتيجة المعرفة الخاطئة وهذه مشكلة شائعة مثلا إذا كنت مريض بحمى معينة شديدة لكن ليست مميتة وهذه الحمى كانت بسبب باكتريا في شدة المرض جهاز المناعة في الجسم يحارب أسباب المرض وقد يأتي في هذه الأثناء صديق أو شخص من العائلة ويقوم بتقوس معينة مثل تعاويض وبخور التي فعليا ليس لها أي تأثير على المرض لكنك شعرت بالتحسن بعد فترة قصيرة بعد هذه التعاويذ نتيجة طبعا أن المناعة سيطر على الباكتريا المسببة للمرض هناك احتمال كبير أنك ستعتقد أن البخور والتعاويذ وهذه الطقوس هي السبب في الشفاء المعرفة كانت ناتجة عن تجربة شخصية وهي فعليا المعرفة صادقة أنت لم تكذب عندما مررت بهذه التجربة واستنتجت هذه المعرفة لكن تتميز هنا الطريقة العلمية بوضع هذه المعرفة تحت التجربة حتى نستطيع أن نثبت صحتها أو لا طبعا إذا مر كثير من المرضى الآخرين بنفس الخطوات ولم يصلوا إلى نفس النتيجة نتيجة الشفاء إذن نعرف أن هذه المعرفة إما ناقصة أو خاطئة وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الباحثين في علم الأدوية عندما يتم تجربة دواء جديد على مجموعة من المرضى فإن قسم من هذه المرضى يأخذون حبة سكر بدلا من الدواء من دون معرفة لأن جهاز المناعة معقد ويتأثر كثيرا بالحالة النفسية والعقلية للإنسان فإن الباحثين يجب أن يتأكدوا أن الدواء هو الذي سبب الشفاء كعامل رئيسي إذا كانت نسبة الشفاء عند المرضى الذين أخذوا الدواء أكثر من نسبة الشفاء للمجموعة التي أخذت حبة السكر الطريقة والمنهج العلمي ناجحة لأنها تصحح نفسها دائما كل افتراضية جديدة تتعرض لشتى التجارب والتدقيق قبل أن تثبت صحتها وتتحول إلى نظرية علمية نادرا ما يتقبل المجتمع العلمي نظريات جديدة ونظرية النسبية مثلا أثبتت بشكل تجريبي لأول مرة بعد أربع سنوات على اكتشافها وبعد هذا الإثبات بدأ علماء الفيزياء بقبولها بشكل جدي في حلقتنا القادمة سنقوم بتسليط الضوء على إشكاليات تعامل عامة الناس مع العلوم وعدم القدرة على التمييز بين العلم وبين آراء العلماء الشخصية والذي يؤدي مما يؤدي إليه إلى عدم إدراك طبيعة العلم والخلط بينه وبين معتقدات دينية وما ينتج عن ذلك من ظن ساذج بأن فهمنا لقوانين الطبيعة والتي تتحكم في كل مفصل من مفاصل الطبيعة وبلا استثناء هو فهم الحادي الغاية منه إقصاء الغيبيات الدينية أو الظن بأن فهمنا لآلية من الآليات الطبيعية هو بديل عن مفهوم الخالق أو الإله نراكم على خير وشكرا لمتابعتكم